السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة افكار ووصفات سمر من البيت. النهاردة بازن الله هنقدم مع بعض الريش المتبلة للشاوي. هنا فرمت ثلاث طماطميات في الخلاط وجهزتهم. انا جبت الريش من عند الجزار. وصلتها كويس جدا. وصفتها. هنبتدي بقى انجاز ما قادرنا. معلقتين خلو كبار. على الطماطم اللي احنا عملناها. وبعد كده. هنجهز معلقة الطم كبيرة مفرومة. والتوابل بتاعتنا النهاردة. آآ زعتر وفلفل وملح. والتوابل اللي انا كنت عاملها معاكم بسبعتاشر نوع اللي حبيب يرجع لها في القناة يرجع يشوفها. التوابل دي جميلة جدا. فيها انواع كتيرة قوي. هنقلب الخليط كله على بعضه. قبل ما نقلب هنحط آآ لمونتين عصير اللي مونتين. الخلطة دي جميلة جدا. وبصراحة انا يعني بستخدمها كزا مرة مش مرة واحدة بس. يعني آآ بتكلم ان مسلا بنحط فيها اللحمة والتدبيلة وبعد كده بن بنشوي والتدبيلة طبعا ما برمهاش. بحط فيها اللحمة تاني او او فراخ لو انا حب يعني مرتين تلاتة. بس طبعا انا عاملة لكل نوع آآ تدبيلة غير التاني. يعني الفراخ تدبيلة واللحمة تدبيلة. هنزل بازن الله فيديو تاني آآ بتدبيلة الفراخ برضو. لان برضو دي بتتدفلها حاجات ودي بتتدفلها حاجات تانية. كده هبتدي حط اللحمة اللحمة بتاعتي على الخليط اللي احنا عملناه. نزبط طبعا الملح حسب آآ حسب راحتك. شوف انجي بتحب الملح ايه. بس وبعد كده نقلب بقى الخليط كله كويس جدا. نخليه تشرب. نخلي اللحمة تتشرب من الخليط. آآ اقل حاجة تحط في التلاتة لمدة ساعتين. يعني دي اقل حاجة لو حابين بقى تعملوه من الصبح وترجعوه تشوه مسلا على الاخر النهار كده او العكس من بالليل وتشوه الدهر يبقى هتقض فترة اطول وتبقى احسن. كده انا جهزت الشوايا بتاعتي. واللحمة قعدت فترة طولة جدا في التلاجة تقريبا ساعتين ساعتين ونص. جهزت الشوايا وحطت فيها مياه. انا شويت لازم تحط فيها مياه من من تحت. وابتدي اتخنها. وهرص بقى اللحمة. فوق كده على الشوايا. زبطتها على تلاتة يعني في الوسط. وهبتدي ارص اللحمة واستنى بقى عليها كل خمس دقايق او كل يعني نشوف كده بعينينا. بتتقلب. ده شكلها وهي لسه بتتشوي. انا كده قلبت اول الوش قلبتها على الناحية التانية مش عازم تكون محر واقع يعني. بصوا بقى انا بيبقى معايا الخلطة اللي انا تبلت بيها مش مش بتخلى عنها ببتدي فوق اللحمة احط عليها بعض الخلطة بتاعتنا. برضو بتتشرب منها تاني وبتدي ريحة وطعم جميل جدا اكتر يعني بزود انا كده من كفائتها. دي تكة كده انا انا عملتها كزا مرة من عندي بصراحة بتخلت اللحمة طرية مش نشفة لان لما بنسيبها كده على النار لوحدها او على الشوال واحدها من غير اي حاجة بتبقى نشفة شوية فانا كده بتطريها وهي بتتشوي ففعلا بتبقى طرية وتبقى طعمها حلوة جدا. كل يعني بس انا بتكلم وهي لسه ما تحمرتش يعني هي لسه ما حصلش عليها الغمقان او التحميرة بتاعت اللحمة وهي لسه مدية لسه شكل اللحمة قبل ما تتشوي. دي اللي انا ببتدي احط عليها الخلط بتاعي. واول ما بتبتدي تتحمر بقلبها. بصوا ده كده شكلها. وطبعا مش اقدر اقول لكم ريحة جميلة ازاي من التدبيلة هي كده لسه. بس انا برضو يعني بحول اقلبها علشان احط لها من التدبيلة بتاعتها. هنا انا جهزت معايا بصل. بصل صغير قطعطان مصين ولدي اقلولي نفسهم ياكلوا بصل آآ ما شوية ممكنوهوش قبل كده. يعني عايزين يجربوا طعمه. فهبتدي قطعطان وهبتدي بقى احطه على على الشواية اول ما بتدي اطلع منها حاجة. انا كده بقلب. طبعا في نص الشوية كده بحس ان الكمية بتقل شوية فبضموا على بعضه وابتدي آآ ارس البصل جنبيه. الريحة جميلة جدا بصراحة. وهنا انا برضو قلت اجرب كده بصل وطماطم. انا عن نفسي ما ما بحبش الطماطم آآ ما شوية. هنا بصوا انا جهزت طبق وفي آآ سيلفر او فويل. هنا برضو بطلت احط البصل بقى حوالين اللحمة. وإيه اللي هيطلع هبتدي احطه في السيلفر واقفل عليه. ده الشكل كده بصوا شكل اللحمة شكلها جميلة.